قررت الحكومة مؤخراً زيادة 5% في حددنا الأجور في القطاع الخاص من هم المعنيون بهذه الزيادة وكم حجم هذه الزيادة؟ المرسوم الحديث الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 سبتمبر 2022 هوا تحت أيدينا الزيادة تشمل ما يناهز مليون ومئتين وثمانين ألف أجير يتقاضى الحد الأدنى للأجر مسجل في السنسس وعيد مليون ومئتين وثمانين ألف أجير مسجل في السنسس هم اللي معنيين بهذه الزيادة في الحد الأدنى كما هي الزيادة إذن الزيادة انتقلت من 14.81 درهم خام درهم خام للساعة ديال العمل انتقلت إلى 15.55 درهم للساعة الخام يعني كنتكلمو على فاتح شوتنبير بداية العمل بها فاتح شوتنبير أي بزيادة 5% كما يعني من مخرجات الجولة ديال الحوار الاجتماعي أبريل وتم تنزيلها في شوتنبير شهريا يعني نتكلم على المادة القانونية اللي هي تعتبر كل 191 ساعة عمل هي بمثابة شهر ونقيصه عليها لأن القانون نحن رجع القانون ومحلفين على يعني الصهر على تطبيق القانون لم يتكلم على الشهر تكلم على الساعة بمعنى لنتتعدد إما بتوزيع السنوي أو بتوزيع الأسبوعي توزيع السنوي نتكلم هناك بعض مقاولة من يناسبهم 2182 ساعة في السنة وهناك من يناسبهم 44 ساعة في الأسبوع وهذا الأمر هذا تختلف المقتضيات القانونية اللي كتخص به نحن نتكلم مثلا على سبيل القياس 191 ساعة شهريا إذن الأجرة الشهرية الخام 2828.71 ديرهم خام خام يعني ما كان قوله خام عاد غادي يعني يشملوا القسطة ديال الواجب الإجباري لذلك الصندوق الواطن الضمان الاجتماعي ما يسمى بلا بار سالاريال متفقين إذن الجزء ديال الأجير إذن عاد الخام كانت تكلمه على 28.71 انتقال إلى 2970.05 أي بزيادة 141.43 ديرهم و43 سنتيم هذه هي الزيادة اللي مفروضة من كانت تكلمه على المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة أما السياحة يعني لن تبتدي إلا في فاتح يناير 2023 إذن أكرر إلا سمحتوه باش المستمع يعني يكون واعي بهذا الأمر هذا ما يقولش مثلا هو في السياحة وسمعناه وخاص لا سيدي بنسبة القطع السياحي يعني البتداء ديال العمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 2023 أما بنسبة القطعات المذكورة الصناعة والتجارة والمهن الحرة فاتح شوتنبير غادي يشملهم هاد الزيادة اللي تكلمنا عليها أتى لا ننكر إخواننا في القطع الفلاحي مشكورين إذن القطع الفلاحي ابتداء من فاتح شوتنبير وكما قلنا مليون ومئتين وثمانين ألف هم المسجلين في السنة الساس هم المشمولين بهذا الزيادة فالقطع الفلاحي مئتين وخمستاش الألف هاد الأرقام هي رسمية وراه أذكرها السيد وزير في لقاءته يعني في خلال هاد الجولة ديال الحوار الاجتماعي إذن في القطع الفلاحي وكرير مئتين وخمستاش الألف هم الذين يعني سيشملهم هاد الزيادة اللي هي ستنتقل إلى أربعة وثمانين درهم وسبعة وثلاثين سنتيم بسداء من فاتح شوتنبير هاد الأجر هاد يومي هاد الأجر يومي هما المشريع يتكلم على الأجر يومي بالنسبة القطع الفلاحي ويتكلم على الأجر بالنسبة للساعة الخام للأجراء في الصناعة والتجارة مهان الحر هنا فيش كنتكلموا لأن القطع الفلاحي هو موسميه وإلى آخره كنتكلموا باليوم إذن من اشتغل ستة وعشرون يوما فلاهو أن يعني يقص ويعني أربعة وثمانين وغادي يعني نضربوها في الساعة وعشرين وغادي يلقى الأجر دياله الخام وأؤكيد على الخام لأنه ينبغي قططع ما ينبغي قططعه كنسبة إجبارية القططعات للسندوق الوطني للضمى الاجتماعي وهذا الأمر هذا لا بنسبة للمحاسبين ديال المؤسسات إلى آخره ينبغي أن يعلموا علم يعني مضبوط أنهم يعليهم أن يغيروا لأن العديد منهم طلبوا الإعفاءات من المفتشيات الشغل بين يعني اعتماد يعني من ضامل يعني الآلي في الاحتساب ديال الأجور هذا اللوجيسيات اللي ولوا فإنبغي ضبطوها وبرمجاتها لكي ينتقل الأجر الساعة الخام من 14.81 وعيد إلى 15.55 المعمول به والذي سيزداده خلال السنة بعد هذا التاريخ بـ 5% أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر